السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحمد الله وأصلي وأسلم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم هذا وقد سمينا هذه الحلقة ما زال البعض يغرق ما زال البعض يغرق في ظل الظروف الحالكة وظل الظروف التي تحياها هذه الأمة ما زال الناس أو ما زال البعض يغرق في معصية ربه جل وعلا ما زال البعض يغرق في أكل الحرام ما زال البعض يغرق في ترك الصلاة ما زال البعض يغرق في الظلم وهكذا والحل مراقبة الله تبارك وتعالى هؤلاء جميعا ذكروني بقصة رجل كان يعمل عند رجل مزارعا وهذا الرجل صاحب الأرض كان يعصي الله كثيرا فكان هذا المزارع يعظه في الله تبارك وتعالى ليل نهار ويحاول بشتى الطرق لكن هذا الرجل يأبى ويقول أنا ربنا كرمني ويمديني فلماذا أفعل مثل الفقراء ففي يوم من الأيام أراد هذا العامل أن يعطي سيده درسا جميلا وهو الدرس في الحقيقة أعطى للأمة جميعا أعطانا جميعا هذا الدرس ألا وهو طلب صاحب الأرض من المزارع أن يزرع له شعيرا في قطعة أرض ما في قطعة أرض صغيرة قال له ازرع القطعة دية شعيرا وسوف أسافر وأرجع يعني يكون الشعير قد كبر ولكن العامل زرعها قمحا زرع القطعة دية قمح فلما عادها صاحب الأرض قال يا هذا ألم أقل لك ازرع هذه المنطقة شعيرا ألم تفرق بين الشعير وبين القمح قال يا سيدي سبحان الله أتريد أن نزرع أنا زرعته شعيرا لكنني ظننت أنه سوف يخرج يعني زرعته قمحا ظننت أنه يخرج شعيرا أنا لميت الشعير وافتكرت أنه هيطلع أمح قال له إزاي يا ابني هتزرع شعير هيطلع شعير هتزرع أمح يطلع أمح وهكذا قال يا سيدي وأنت تعصي الله وتريد أن تدخل الجنة أنت تعصي الله وتريد أن تدخل الجنة فما زال البعض يغرق يا عباد الله ويقولون يعني هم عايزين يعيشوا عيشة الغرب ويموتون موت الصحابة كيف ذلك كيف ذلك هذا أمر مستبعد فعلى كل المسلمين جميعا الذين يسمعون الآن أن ينظروا إلى أنفسهم في أي البحور يغرقون فبعض الناس يغرق في بحر ترك الصلاة تخيلوا مسلم إلى اليوم مع الظروف التي تحياها الأمة والناس يعني ينتظرون الموت في أي لحظة من اللحظات ومع ذلك يترك الصلاة والله عز وجل يقول في محكم آياته وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آية محكمة واضحة قطعية الدلالة خلاص دي قطعية الدلالة والثبوت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ولما تكلم الله عز وجل عن تاركين الصلاة قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا لما سئل الحبيب عليه الصلاة والسلام عن غي قال هو ياء واد في جهنم شديد حره بعيد قعره تستعيذ أودية جهنم من شدة حره ومن شدة نتنه والعياذ بالله رب العالمين فيتاركين الصلاة في مشارق الأرض ومغاربها من الموحدين عليكم أن تعودوا إلى الله رب العالمين فالله عز وجل لما تكلم عن أهل الجنة قال كل نفس بما كسب ترهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن من عن المجرمين فيسألهم هذا السؤال ويطرحونه عليهم ما سلاككم في سقر إلا ودكم الودل الشديدة ما سلاككم في سقر قالوا بدأوا يعددوا جرائم أول جريمة لم نكن من المصلين بأول جريمة والمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين فالصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم كانت آخر وصية لحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام كيف أعرفك أنك مسلم؟ معنا اتصل؟ طيب تفضل تفضل يا رسالة وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وبركاته حضرتك يا شيخ وكلكم بتقولوا خليك في البيت طيب إحنا نخلينا في البيت إن زي وإحنا عاديين إيجار والناس عما تزعلنا عشان خطر الإيجار متأخر الله يعينكم إن شاء الله هوجه كلمة لأصحاب الأملاك إنهم يعني يحاولوا يريحوكم شوية يأخذوا نص الإيجار أو يتركوه إن شاء الله الشهر ده إن شاء الله ما تلاقيش الناس كلها عارفة ظروب بعضيها فإن شاء الله ربنا يعينكم بس هي يعني ما إحنا ما نقعد في البيت شوية يعني أسبوع أسبوعين ولا نطلع نموت والموت الناس معنا فهمني؟ لا نبدأ نعمل احتراز كده ونحمي بلدنا ونحمي أمتنا وإن شاء الله مسالة الإيجار ربنا عز وجل يسدد عنكم إن شاء الله فيا أحباب رسول الله الناس اللي تاركين الصلاة مسلمين اعلم بأنه يفرق بين المسلم وغير المسلم الصلاة بس انت قاعد كده العصر أذن المغرب أذن العشاء أذنت وانت ما بتصليش كيف أعرفك أنك مسلم كيف أعرفك فالصلاة الصلاة الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة فما زال بعض الناس مع الظروف اللي احنا عايشين هو والأختي ياسمي بتقول لك مش قادرين نسدد الإيجار والظروف اللي احنا عايشينها وما زال بعض الناس إلى الآن ترك الصلاة فهؤلاء يغرقون في بحور تاركين الصلاة ما زال البعض يغرق في ماذا يغرق في الرياء معنا تصال وتفضلي يا أستاذة ورد السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم لو سمحت يا شيخ عايزة أسأل على سؤال يعني تفضلي تمام الله يعينك ده حرام ولا حلال وفي سؤال تاني برضي مم لو سمحت أنا طبعا جربت عايير ياسين يعني معي والابني مم فوالدتي قادة معي مم فوالدتي بتاخد معيش ألفين جنيه تمام وإحنا عايزة إيجار حديث مم فأنت حديثة تعرف إن إيجار الحديث وإبني عايز مطاريفه وكده طبعا فوالدتي بتاخد معيش كل سنة مثلا تيجي في العيد عايزة مثلا تيجي في الحاجات لإخواتي اخواتي ثلاث بنات وثمين توريان فهي معيش امكانيات اللي هي تيجي كل سنة يعني تيبلهم حاجات عايزة يعني كل سنة تيجي في العيد منازل إيجتهم كده فهل ته حرم ورحقين حاضر حاضر فجعودنا على السؤالين والنبي حاضر عناية حاضر إن شاء الله في آخر الحلقة إن شاء الله أرد على حضرتك أستاذة ورد فبعض الناس يغرقون في ترك الصلاة فالصلاة صلاة المسلمين هذه يعني هي مطلوبة من كل مسلم فمن لم يكن مسلما لم يطالب بالصلاة هذه التي نصليها الآن فالله عز وجل قال ومن يبتغ غار الإسلام دينا فلن يقبل منه فأول شيء بالنسبة للذين يغرقون في ترك الصلاة أناديهم وأناشدهم الله تبارك وتعالى فأنا أناشد كل مسلم على وجه الأرض وعلى كل مسلمة أن يتقوا الله عز وجل عزيزي نتضرع إلى الله يا ناس عزيزي نرجع إلى الله تبارك وتعالى فالبعض الذي غرق في بحور ترك الصلاة لابد أن يعني يرجع إلى الله أنت أعد إزاي في البيت من غير الصلاة إزاي أنت عايش إزاي أنت طيق نفسك أساسا إذا كانت الروح هذه تصرخ يعني ولم تتصل بالسماء بالذي خلقها سبحانه جل في علاه فالصلاة الصلاة هو أما ملكت أيمانكم في اتصال فضاليا أستاذ الرضا طيب إذن إذن انقضت الاتصال إذن الذين وقعوا في بحور ترك الصلاة أن يتقوا الله وأناشدهم الله تبارك وتعالى ما زال البعض يغرق في إيه؟ في الرياء يعني أنت اللي كنت بتروح المسجد أهو المسجد أغلق المسجد يعني أغلق الآن يعني بالظروف اللي احنا نعيشها الآن وأنت كنت ترائي مثلا في أمام الناس في المسجد ما زال في قلبك هذا الأمر أن أنت ترائي قدام زوجتك قدام أولادك هذا خطر وهذا أمر لا يرضاه الله تبارك وتعالى معنات صارت فضل وعليكم وعليكم سبحان الله وبركاته ممكن يا شيخ النبي تدعي لأختي بس عايزة تدعي لها ربنا يكرمها عملها عملية اليومين دول وعايزة ربنا يكرمها ربنا يشفيها وعافيها ويرفع عنها البلاء وعن كل مرضى ومرضى المسلمين أجمعين اللهم أمين بس يا ريت ما تقوليش والنبي تقولي بالله عليك ربنا يبارك فيك يا رب ويصلح عليك اتفضلي انقطر اتصل طيب إذن ما زال البعض يغرق في الرياء أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة وحضراتكم عارفين الثلاثة دول أولهم قارئوا لكتاب الله ده مش واحد عادي زيين كده لا ده راجل الشيخ المشايخ علم الناس وفاهب الناس وقرأ كتاب الله هنا وهناك فإذا وقف أمام ربه جل وعلا ذكره الله تبارك وتعالى بنعمه وعرفه إياها فعرفها فقال عبدي ماذا عملت في هذه النعم قال يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته الناس قال كذبت وتقول الملائكة كذبت إنما فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل ويأخذ إلى نار جهنم والآذو الله والثاني رجل منفق في سبيل الله يقال له قد فعلت ذلك ليقال عنك جواد راجل ما شاء الله عليه ربنا موسعى عليه وبيدي للناس والثالث رجل مجاهد في سبيل الله فعل ذلك ليقال عنه شجاع وقد قيل في اتصال معنا تفضل تفضل يا سيد الرجل لو سمحت بس كنت عايز أسأل عن الصلاة 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 ليه الاستقارة الاستخارة يا أخواننا ماشي يا سيد الرجل الاستخارة حاضر يا سيد الرجل الناس المتصلين أستأذنكم يريد خليكم بس في النقاط اللي احنا متكلم فيها يبقى أفضل ركزوا معايا الله يرضى عنكم وترفعوا سماعة الهاتف وتكلموا في الحلقة حتى لا نخرج والأستاذ الرجل بيسأل عن صلاة الاستخارة وهم ركعتان إن شاء الله هنقيا نجاوب عليه ما زال البعض يغرق يا عباد الله في النفاق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار اتصال اتفضل السربيع وعليكم السلام عليكم السلام عليكم وبركاته ممكن أستفر من الحلقة فضل يا السربيع عمرتك أنا في السبب وكل صراحة أحيانا بطاقيل عليها شواء اي ولكن ولا نايم ولا ماش ولا قاعد ولا بتكلم مع الناس ما يكون بشرة بغض حاجاتي اي وقت في المنطقة حتى ولا نايم بحلم معي ربنا سبحانه وتعالى بتحلم بيه حتى ولا بحلم حتى ولا بحلم حلمي مع الله سبحانه وتعالى مع الله طيب أمال إزاي الصلاة تقيل عليك سقيلة ده اللي أنا بسأله ده اللي أنا عايز بسأله قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشئين حول حضرتك تصل بص يا أستاذ راجب بص يا أستاذ راجب الديني بس فرصة أستاذ الحضرتك أنت صل الرحم تصدق استغفر كثيرا وخبالك حاول تعمل هذه الأشياء اقرأ قرآن استغفر الله عز وجل وأكثر من ذكر الله ألا بذكر الله تطمئنه القلوب الشيطان الشيطان بيحاول يوصلك أن الصلاة تقيل عليك عشان بيحاول أنه يخليك تطلق الصلاة بالكلية والعزو الله تفضل فيه تصل تفضلي يا بوابة دوابة تفضلي وما زال البعض يغرق فيه الناس لسه النهاردة غرآنة ومش عايزة تطلع من هذا من هذه البخور احنا حضرتك في وباء محتاجين رضا ربنا علينا كلنا حضرتك إن شاء الله دعواتك ربنا يخط يعني حضرتك يريت خطورة الغيبة والنميمة والبهدان والخوض في أعراض الناس بالباطل واتهام الناس بعضا من الوطنية الناس المحبين أنا من الناس اللي بعشق تراب وطني والله بعشق تراب وطني وربنا يخلي وابتشرف إن أنا مصرية بيت مصرية وبلدي مصر وترابي مصر شرف لنا ربنا يحفظ بلادنا وربنا يحفظنا من كل شر ومن كل سوء ويحفظنا من الناس اللي بتصبي أحقادها على الناس المحترمة وعلى البلاد على بيشهر وعلى النت وعلى كل ما كان بدون إثبات بدون دليل وما ربك بغافل عما يعملون ربنا لا يغفل لا يغفل عنه شيء في الأرض ولا في السماء أحبابي سيدة دهوبة بتكلم في كلام في حتة الوطن والحب الوطن ما احنا كل اللي نتكلم فيه دهوبة وما زال البعض يغرق لأن فيه ناس إلى الآن بيغرأ نفسه وكل ما نحن فيه هذا بسبب ذنوبنا وابتعادنا وغفلتنا عن الله تبارك وتعالى إذن بعض الناس ما زال فيه النفاق والمنافق أخطر على المجتمع المسلم من الكافر أخطر على المجتمع المسلم من الإنسان الذي أعلن كفره صراحة فالمنافق الله قال عنه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ورسول الله المصطفى عليه الصلاة والسلام قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا خاصم فجر وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا حدث كذب إذا خاصم فجر وإذا عاهد غضر وإذا حدث كذب وإذا أتمن خان فمن كانت فيه خصلته منهن كانت فيه خصلته من النفاق حتى يدعها مين معنا تفضلي يا سيخة تفضلي بص يا شيخ انا مجسرة في الصلة مجسرة في الصلة جدا ربنا يعفيت يا رب ما هو قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا أستاذ آية ما هو ده خطوة خطوة بيقولك يعني قطعك خليك تقطع شوية شوية الغطمة يخليك يقولك الأمر سهل هتلاقي قربتك ويجرتك ما بتصليش وفلانة ما بتصليش فيبدأ يهون عليك الأمر ربنا يعافيك يا رب ما تحولش يعني تذي للشيطان يعني فرصة فيا أحباب رسول الله النفاق أمر خطير علينا أن نطهر قلوبنا ونطهر أنفسنا من هذا الأمر نسأل الله المعافاة لأن المنافقين كما حكى القرآن الكريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرة ما زال البعض يغرق في معصية الله عز وجل في الخلاء عندما يخلو بنفسه يظنوا أن الناس خلاص محدد شايفه والله عز وجل يقول فيه اتصال اتفضلي يا أمو مالك اتفضلي يا أمو مالك السلام عليكم اتفضلي 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 طيب طيب انقطع لاتصال أحبابي المعصية في الخلوة الله عز وجل يقول في سورة الملك إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ويقول أحد الشعراء إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقول خلوته ولكن قل علي رقيبه لما تكون قاعد مع نفسك هنا بقى يعني الميزان أو الترمومتر كما يقولون اللي بيبدأ يحدد يعني ظروفك انت مع ربنا ايه واختبالك واسمع إلى رسول الله المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي قال كل أمتي معافة إلا المجاهرين فلما سئل عن المجاهرة قال أن العبد يعصي ربه عز وجل فيسطره الله تبارك وتعالى فيصبح ويفضح سطر الله عليه ويقول يا فلان لقد فعلت البارحة كذا وكذا يبقى الإنسان لما يجاهل بالمعصية ويتباهى أنه عمل بالليل كذا وكذا داوى العياذ بالله في قمة البعد عن الله تبارك وتعالى ولا يفقه عن دين الله تبارك وتعالى شيء والأمر الثاني أن الخلوة هذه يعني تضيع الحسنات التي تفعلها عندما تعصي الله تبارك وتعالى فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا قال أحد الصحابة يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا حتى لا نكون منهم فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام إنهم منكم وإنهم يأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه لما يقعد مع نفسه ينتهك حول مطربنا تبارك وتعالى يعني أنت قعد مع نفسك كده تتخيل كده لو صبت ببلاء من أي أنواع البلاء المحاطة بنا ديت ومت ماذا تقول لله لما تيجي تدعوك نفسك إلى معصية الله قل لها وماذا أقول لله تبارك وتعالى هؤلاء يقعون أو ما زال بعضهم يعني يغرق في هذا البحر نسأل الله المعافاة ما زال البعض يغرق في بحر الظلم والظلم ظلمات يوم القيامة وحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام حذر من الظلم والله عز وجل أيضا يقول والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين تخيلوا ما زال البعض إلى اليوم يظلم إخوته واكل مرسهم يظلم جيرانه بالاعتذاء عليهم يظلم الزوجة أو الزوجة تظلم زوجها ولا يتق الله فيها وهي لا تتق الله عز وجل فيه فهذا ظلم ظلم يعني والله عز وجل يجعله ظلمات يوم القيامة وليس ظلما واحدا فإياكم إياكم والظلم يا عباد الله إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة معنا فاصل يا طيب إن شاء الله يعني فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم إن شاء الله فانتظرونا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى بعد الفاصل كنا قد تكلمنا مع حضراتكم على أن بعض الناس ما زال يغرق فوجهنا كلمة لتاركين الصلاة وجهنا كلمة للمرائين وجهنا كلمة للمنافقين وجهنا كلمة لمن يعصون رب العباد سبحانه وتعالى في خلواتهم وجهنا كلمة لأهل الظلم والظالمين في مشارق الأرض ومغاربها الظلم يا عباد الله إياكم ثم إياكم ثم إياكم والظلم إياك وظلم إخوتك إياك وظلم جيرانك إياك وظلم العباد إياك وظلم الزوجة أو الأولاد إياك وظلم العمال عندك فاتق الله تبارك وتعالى وقد كنت مع حضراتكم في الأسبوع الماضي وقد تكلمنا عن هذه النقطة ظلم العمال نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الظالمين وأهله ما زال البعض يغرق في المخاصمة فيه ناس كده إذا خاصمت فجرت فيقول لك أنت ما تعرفش أنا مين ما تعرفش أنت بتكلم مين ويبدأ يعني يتهم له تهم معلبة ويعني يؤدي به إلى الهلاك والعياذ والله رب العالمين سواء سجن بقى أو تعذيب نفسي أو فصل من العمل فإذا خاصم فجرت دي صفات المنافقين يا ناس دي صفات المنافقين وليست من صفات الموحدين لله رب العالمين فإياكم والمخاصمة آه الواحد ممكن يزعل من حد شوية لكن ما يطولش وما يزيش أكتر يعني الناس لأن الإذاء دوت والعياذ بالله رب العالمين يوصل الإنسان إلى الفجر والفجور هذا من صفات أهل الكفر وأهل الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى فالله رب العباد يقول والصلح خير الصلح خير جاء في سورة النساء والصلح خير ورب العباد سبحانه وتعالى يقول والله يحب المحسنين أحسن يا أخي والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فالله يحبك سبحانه جل في علاه والحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الأعمال الصالحة أو أن الأعمال جميعا ترفع إلى رب العباد في شهر شعبان فيغفر الله تبارك وتعالى لعباده إلا لمشرك أو مشاحن يعني إنسان متخاصم يقول أنظر هذين حتى يصطلح يبقى إحنا في شهر شعبان هذا ترفع أعمال السنة كاملة إلى الله تبارك وتعالى فيغفر الله لعباده إلا مشرك بالله تبارك وتعالى لا يغفر الله له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالمصطفى هنا في الحديث قال إلا لمشرك أو مشاحن فالناس المتخصمة أنا شايف أن دي فرصة يعني أنا شايف أن الظروف اللي احنا فيها دايه فرصة للإنسان أنه يرفع سماعة الهاتف السلام عليكم أخباركم إيه أنا بطمن عليكم وربنا يحميكم وعافيكم ما تفتحش الموضوع ولا تقول أنت غلطانين ولا احنا غلطانين ولا تعمل نفسك ولا تتكبر يعني ما تقولش لا ده هما ما يستهلوه شوتا لا أنت بتتعامل مع الناس لوجه رب الناس سبحانه وتعالى تتعامل مع الناس لله لا تتعامل مع الناس لأجل نفسك أنت خلاص اتفضل يا مادم إيمان لو سمحت يا شيخ ربنا أعبارك فيك يا رب الله يعزك لو سمحت أنا طالب منك فلس بناك تدعيني لربنا يكرمي يدينك خلق الصالح ربنا يعفيك ويكرمك ويصلح حالك يا رب إن شاء الله وجميع المسلمين والمسلمات إن شاء الله وتبارك وتعالى فيا أحباب الحبيب عليه الصلاة والسلام المخاصمة إياكم والمخاصمة ما تعودش بقى يعني أنا شايف إن دي فرصة إن احنا نسلم على بعض فأنت لو رفعت سمعت الهاتف وانت زعلان مني ولا أنا غلطت فيك يا سيدي وانت رفعت سمعت الهاتف وتقول لي إزايك أخبارك إيه لأولاد عاملين إيه أنا بتطمن عليكم ربنا يحميكم معا فيكم كلمتين نص دقيقة دقيقة ومش هتطاول معاك هتكبر بخطري جبر الخطر عبادة المصلحة الصلحة خير عبادة الإحسان إلى الناس عبادة حب الخير للغير عبادة هناك عبادات كثيرة جدا في مجرد المكالمة دي تخيل هتعملها لوجه الله بلاش كبر بلاش غرور إياكم والغرور إياكم والكبر إياكم والظلم احذروا هذه الأشياء ما زال البعض يغرق من الناس التجار الناس التجار بقى الناس المدرسين الناس أهل بتوع الصيبر وغير هؤلاء التجار اللي هم انتهز الفرصة يابني ده فيه ناس معاها مليارات مش قادر يعمل حاجة مستخبي كده مستخبي انت بتبحث عن ايه يعني فاكر ان ديها تشطارة خلاص حفظت العبارة كده التجارة شطارة أضحك على الناس الناس في أزمة الناس في خوف الناس في قلق وتبدأ انت بقى حضرتك تخبي السلعة تحتقر السلعة وخبالك أو ترفع مثلا من السعر وطول ما الناس محتاجة اللي ما معهوش ما يلزموش لا ليس هذا من أخلاق المسلمين لحنا لما نكون في أزمة ناس نقف جنب بعض نساعد مش نبدأ نخلي نزيد الأزمة أزمة نجعلها أزمات بذل ما هي أزمة تصبح أزمات من هؤلاء الطماعين والناس يعني هو أصلا متعاود على أكل الحرام أنا أدعوه من هذا البرنامج أقول له اتقي الله اتقي ربنا كلنا هنروح له في لحظة واحدة الواحد ممكن يموت فالتجار يا أهل الاتجارة الناس الغرآنين في بحر الغش والتدنيس وتطفيف الميزان هناك صورة تسمى بصورة المطففين ويلو للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم بفكرت بيوم البعثة أنه أنت مش تاخد حاجة من الدنيا دي الدنيا هتنتهي والله هتنتهي يا ما غيرك كان تجار يا ما غيرك كان قاروني يمتلك كام مليار ولا كام من المليارات من الذهب ما إنما فتحه لتنوق بالعصبة أولي القوة ومع ذلك لم ينفعه هذا فأصبح من الخاسرين فالناس اللي بتضحك علينا وفكرين نفسهم نصحين والله الدنيا هتنتهي يا ابني ولن تأخذ منها إلا ما قدر لك والله لو جالك فيروس صغير كده لا يحيرك لا يخليك مرعوب أنت وأهل بيتك وكل اللي يتعامل معاك فياخد تاقي الله سبحانه وتعالى فإياكم إياكم ونعمل أدخل على الأخبار ألاقي الشرطة يعني لقوا ناس مثلا محتكرين كذا من المسلع وفي اتصال معنا اتفضل ياسم محمود أنا وعليك شيخ محمد وعليكم السلامة الله وبركاته أستاذنا أزيك شيخ محمود الله يحفظك ورد عمك أزيك واسم محمود من أور القناة يقول لك شيخ محمود عزك الله ورفع قدرك ربنا يحفظك عزك بتتكلم شيخ محمد في موضوع الخصومة والخصام وإحنا في يم كويسها يعني طبعا شعبين نعم ففي ناس حضراتك مكمن إن يكون الواحد مثلا يعني علاقته مثلا فيه مشكلة مع واحد فممكن نعرض عليه مثلا الصلح وكده فهو ما يرضاش حضراتك تتبين لنا يعني رأيي الشرطة شكرك شيخ محمود أنا ساعدت باتصالك والله يا رب أنا يرفع قدرك وعينك إن شاء الله وصلح عليك هو بس أنا عارف وما أكثر هؤلاء يبقى أنا كده شيخ محمود يبقى أنا عملت اللي أنا علي أنا عملت اللي علي إن أنا اتصلت وعارف يعني معلش أنا مرضو أنا بينك خصومة ورفعت السماعة وقلتولي إزايك غبارك إيه الولاد عامليني كلمة حلوة كلمة طيبة الكلمة الطيبة صدقة أنا رحت قفلت سماعة في وشك خلاص يبقى أنت كده عملت اللي عليك بس ما تقولش تتصبه وتبدأ الكلام بقولك يا أنا بصالحك أهو وأنا عارف إن أنت غلطان وبس يا لوحديك على نفسه شوية لا بلاش الوسطب ده تمنا هقفل السماعة على طول واخبالك هقفل الهاتف في وشك يبقى إذن الكلمة الطيبة صدقة فهذا ديننا هذا دين الله تبارك وتعالى يبقى الصلح خير فإنت حاول تصطلع طب أنا عملت كده ممكن أبعت له حد منه للخير يصلح بينه وبينهم واخبالك فأنا لو حد تدخل وأصلح ما بيني وبينه يصلح الله تبارك وتعالى بيننا جماعا إن شاء الله جزاك الله خير على اتصالك إبقى إذن التجار والمدرسين اللي بيقولوا لأولاد البحث تعالى أفهمك البحث وهات 100 جنوه وهات 200 وهات كذا وهات كذا ويتحقوا على الناس والأمر سهل ما يصور أنا أقول لهؤلاء جميعا لا تستغلوا ظروف الناس أرجوكم لا تستغلوا ظروف الناس والناس اللي عندها سيبر يا أخي خد خد يعني فيه اتصال معنا تفضل تفضل يا موزياد السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وبركاته إذنك يا عمو الشيح الحمد لله بخير والله أنا أتصل بك بس عشان كل اللي يسمعني يدعيلي دعوة ربنا يصلح حالك يا رب ربنا يصلح حالك ويعزك في الدنيا والآخرة إذنك الله خير على اتصال يا موزياد والله أنا ربنا كرمني بزوجي يعني بالدنيا كلها ربنا يكرمك ويباركك فيها رب إن شاء الله أحنوا أحسن شخص في الدنيا كلها بلتنا فينا في زرية ربنا يراضيكم بإذن الله الله عز وجل يعني يهبوا لمن يشاء ناتا ويهبوا لمن يشاء الذكور فالله عز وجل سوف يهبوكم هذا الخير بس تصبروا وتاخدوا بالأسباب يعني اصبروا عندكم صبر كده ما تغطروش واخدوا بالأسباب يعني اكشفوا وشوفوا الدكاترة لحد ما إن شاء الله ما ربنا عز وجل يريد لأن المخلوق اللي هيجي ده محدد عند الله مش هيجي بالزعل ولا بالألأ ولا بالخوف ولا بأي شي هيجي بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر فهو مقدر عند الله يتبارك وتعالى ربنا يا كريم شكرا المزيد على التصوات طيب مين تاني غرآن يا جماعة تجار المخدرات والمتعاطين أقول لهم يعني إن صحا للكلام يعني حان وقت للطلاق طلقوا بقى الحاجات دي طلقوا الأرف والعيشة اللي أنت عايشينها عمليين توزعوا هنا وهناك وفاكرين إن الدنيا بهذا الشك أنا يعني أقول لهؤلاء جميعا الناس المتعاطين قبل التجار أقول لهم اتقوا ربنا فرصة عندنا هي لا فيه مقاهي ولا فيه قفيات ولا فيه شوارع ولا فيه أي حاجة تقعد في بيتك وتبدأ تعمل عزل لنفسك وخبلك وتبدأ تبعد عن هذا الشيء تبعد عن هذا الإيه على الشيء عشان فيه ناس يعني عايشين في رغض على أموال الناس وعلى صحتهم وعلى مستقبلهم فكل إنسان يتعاطى هذا الشيء أنا أقول له دي فرصة زي المتخصمين كده ما بقولهم دي فرصة في شعبان إنهم يتصلحوا بقول برضو فرصة للناس اللي بتشرب سجائر والناس اللي بتتعاطى مخدرات أقول لهم يعني أنت النهاردة يعني سبحان الله ربنا أدكم فرصة ربنا أدنا هدية فعليكم أن تتقوا الله تبارك وتعالى وتبتعدوا عن هذا الشيء ربنا عافيكم وينجيكم ويهدي قلوبكم ونفوسكم إنه ولي ذلك ومولاه ولهؤلاء التجار عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى فما الدنيا إلا ذنيئة معانا اتصالت رصة زي المتخصمين تفضلي شكرا عليكم وعليكم السلامة الله وبركاته بخير 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 أهلا بحضرتك ربنا أحفظك رصة زي المتخصمين أنا عندي سؤالين أول سؤال أنا بعمل بقلي أو بعمل صواب أو كده أنا بحبوا لأمي بتعمل إيه بحبوا لأمي بقول أنا عوض الصواب اللي أنا بعمل باخده في الصلاة أو كده أمي تاخد شاكلي هي علاقية ده الحقيقة يعني تمام ربنا بيركلك فيها وهل ده يعني هتاخد الصواب هي وكده وتاني سؤال إحنا عندنا يا جماعة هما اللي مخصميننا وبيقزونا وكده هما بيقزونا بيعمل حاجات مش حلوة والسحر حاجات مش حلوة هما اللي يعني حصلون نفسكم بالأذكار يا أستاذ أسماء وإن شاء الله السحر ما مشي أي حاجة مع الإنسان طالما أنه بحصل نفسه في أذكار الصباح والمساء فحصل نفسيكم بالأذكار وإن شاء الله ربنا عافيكم بس سؤالك الأولاني أنا مش واخد بالي من الكلام مش فاهمه كويس أنت بتقولي أنت بتصلي وعندك أمك على قيد الحياة مالها أمك يا أمي مالهايش أنا أنا أصلا بصلي بقولي يا رب استهبوا من وقده والدي تاخده شاكلي بتقولي فصلت طيب أصلاح حاولي تتصل بنا تاني بس هو بالنسبة للناس اللي بتأذيكم وبتأملكم السحر إن شاء الله عز وجل الله الله يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله مش هيقدر يئذوكم إلا بإذن ربنا عز وجل والله عز وجل الله يعافيكم وينجيكم إذن هؤلاء جميعا الناس اللي ترك الصلاة أو المتخاصمين أو التجار اللي هم بيبيعوا الفكهة والحاجة دية واستغلوا الناس أو تجار المخدرات أو الناس اللي هي تعصي الله عز وجل الله كل هؤلاء جميعا عليهم أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى فيما نحن فيه طب إيه الحل يا مولانا في نهاية الحلقة كده عز وجل نشوف حل يعني لهؤلاء جميع الحل الوحيد لكل الناس جميعا مراقبة الله نحن نعظم ربنا ما لكم لا ترجون لله وقار ما لكم لا ترجون لله وقار فمراقبة الله تبارك وتعالى هي الحل فرب العباد يقول سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إذن لابد أن أقرأ هذا الكلام وأعي هذا الكلام أن الله عز وجل لا يغفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء كما حكى القرآن الكريم في صورة إبراهيم عليه السلام على لسان نبيه إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يغفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء والله تبارك وتعالى يقول في صورة طه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى إذا كان مطلع على السر وأخفى من السر وهو تحديث النفس لنفسها هو عالم أنت دلوقتي بتقول عليه إيه وبتقول على غيرك إيه وبتفكر إزاي فهو يعلم السر وأخفى من السر والله جل وعلا يقول لموسى وهارون عليهما السلام في نفس الصورة اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى إنني معكما أسمع وأرى ورب العباد لما تكلم عن هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أخذ رسول الله بالأسباب لكن الأسباب لم تنفع هو أخذ بالأسباب وتوكل على مسبب الأسباب ووصل الناس إلى الغار حتى قال أبو بكر الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالث هما سبحانه وتعالى فحكى القرآن الكريم عن هذه الواقعة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا فالله عز وجل معك في أي مكان كنت فلا يغيب عنه شيء سبحانه جل في علاه ورب العباد يقول في سورة غافر ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة العين الخينة اللي بتبص بصات معينة العين الخينة اللي بتبقى قعدة فسط صحبها ولما تعدي واحدة متبرجة يبدأ يطأطأ رأسه كأنه إنسان تقي إنسان ورع إنسان بخاف ربنا عز وجل فلما يجد أنهم مش رغضين بلهم ينظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى فالله يقول لهذه العين الخائنة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه جل في علاه ويقول في أواخر سورة الزخرف أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون في اتصال تفضل تفضل يا أستاذ أيوة أستلم عليكم وعليكم السلام الله وبركاتكم إزاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله في خير الله يفتح عليك يا شيخ كلام كله ما شاء الله عليك الله يرضى عنك طب بصة أنا عز حضرتك يعني إحنا في وقت المفروض إزاي ما بتقول حضرتك إن احنا نرجع إلى الله ونتوب واللي عمل لأي معاصي أو أي حاجة بيرجع إلى الله نعم طب أنا عايزي أعرف رأي حضرتك في ناس أنا وائع علي جل يا شيخ الجل من خزيعة يعني لدرجة اللي جرمالة دي جابت شهود ديور عز أعرف رأي حضرتك في الغلم يعني الغلم في أخذ حقه مش حقهم ومش محتاجين وكمان جابوا شهود ديور وبالله عليك عز أعرف أنا يكفي إن أنا أقول حزب الله نعم الوكيل ولا أدى بالانتقام حزب الله نعم الوكيل دي تكفيك إن شاء الله تكفيك وإعلمي بأن الظلم ده من يعني من منذ أن خلق الله الخريقة إلى يومنا هذا الظلم موجود بين البشر الظلم موجود في ربنا عز وجل يعافيك إن شاء الله وينصورك عليهم بإذن الله أستاذة مننا تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم ربنا يبرك لك الله يحفظك لو سمعت أنا كنت عايز أقول لحضرتك كان لها نعيفة بيت عيلة مع جوزي وكده وعندي أخته فأنا بعليه كم سنة من ساعة ما تجوزت ما بكلمهيش لأن هي سرقتني وظلمتني بحاجات كتير فأنا ما بكلمهيش صلة رحم يعني هي بالنسبة لك صلة رحم حاول يعني هي سرقتني ويعني طب هي مخطنعة بالكلام ده لا أنا سايف حكتي عندها أنا سايفية حكتي عندها بس أنا ما قدرش أتكلم يعني عشان الأمور ما تزيتش آه آه وبعدين يعني اثبتني دي حكتك اثبتني حدي بيثبتني دي حكتك فربنا والي بيثبت أنا بحزن فيها استعواضيها عند الله استعواضيها عند الله وربنا هيعواضي خير هيبعد عنك مرض هيبعد عنك مشكلة بينك وين زودك هيبعد عن أولادك أي مشكلة في المقابل بعد كده لما يكبروا هينزلوا الشارع هيروحوا الجامعة هيروحوا السنوية هيروح هنا وهنا وإخبارك إن شاء الله ربنا يحميهم وعافيهم بإذن الله تبارك وتعالى تفضلي يا أستاذة فاطمة من السويس تفضلي عليكم سلام عليكم وعليكم سلام عليكم عليكم سلام عليكم سلام عليكم يا فضلت الشيخ أنا قرانينا جمعية خيرية وكنت بأخذ منها وكده هو والشيخ راح تنسألت له اللي هي صرفها ومش محتاجة وكده هو ومنظر ما يعمل لي بحث ولا أي حاجة راح رفضني من الجامعية وهو الناس اللي بيديها دي مش محتاجة الناس اللي بيديها دي أصلا مش محتاجة وبيوتها أحسن بيتي بكثير هو أنا جمعية شرعية أنا كلمتهم كذا مرة إن هم المفترض كل سنتين ثلاثة يعملوا بحث لكل الناس يشوفوا ظروف ولادهم إيه وظروف المعيشة اللي هم عايشينها إيه لكن هم يبدوا إن هم مضغوطين وربنا إن شاء الله يعين الجميع لا يا قدرت الشيخ هو بيجي إنه هو حضرتك الشيخ وبيجي ويقص لك إنه هم مش محتاجين ومعها اللي هي عاملة مشكلة معي في الشارع وقالت لي أنا أخل الشيخ يشيلك فشالك فعلا؟ إيه؟ شال حضرتك فعلا من الجامعية؟ أو شالني فعلا طيب اكتبي له طلب واشرحي له الكلام دوت لأن لازم تطرق الباب وتقول له إن أنا فعلا أنا محتاجة أنا حضرتك الحالة واحد اتنين ثلاثة وإن شاء الله ربنا يحنن قلبه وإذن الله ربنا يعينك يا رب إن شاء الله نعم إذن أحبابي إذن الحل للناس دي كلها للناس الغرآنة مراقبة الله تبارك وتعالى مراقبة الله الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سبحانه جل وفعلا ولما نفتح المصحف في بداية سورة المجادلة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير سبحانه جل وفعلا لما جاءت هذه المرأة المخزومية تشتكي زوجها لحبيب الله محمد عليه الصلاة وكان الأمر أو هذه الوقاعة في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت عائشة ما كان بيني وبين رسول الله وبين المرأة التي جاءت تجادل في زوجها إلا بعض الخطوات فكنت أسمع بعض الكلام ويخفى علي البعض لكن الله فوق سماواته أنزل هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير في نفس الصورة يقول رب العباد سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إه رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد سورة الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيه اتصال؟ اتفضل اتفضل اسم محمد السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم والله الشيخ أنا عايزي سألك سؤال بس سلام عليكم اتفضل اسم محمد حاضر والله حضرتك الواحد يجي بعد أحيانا ينام زي ما يكون في حد كده قناقني كده ومش قادر أخذ نفس ربنا عينك إن شاء الله حاول تكثر من ذكر الله ألا بذكر الله تطمنوا أن نم على وضوء اقرأ آية الكرسي اقرأ قولها الله واحد والمعوذتين نم على جنبك اليمين استنى بسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام حاول تهدي نفسك شوية وإن شاء الله ربنا يعافيك إن شاء الله يخلنا يعني احنا أوشكنا على الانتهاء احنا عايزين نقول إن المراقبة المصطفى عليه الصلاة والسلام وضح كما وضحت كما وضحت آيات القرآن الكريمة التي ذكرت لحضراتكم جانبا منها أنفا أن المصطفى لما جاءه جبريل عليه السلام في الحديث الذي روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب لما سأل جبريل عليه السلام رسول الله المصطفى عن الإحسان قال له الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإنه يراك صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سيدنا عمر بن الخطاب طبعا أنتم عارفين في قصص كده بتذكرنا مسألة المراقبة سيدنا عمر بن الخطاب مع ابنة باعة اللبن لما سمعها سمع الأم يا بنيتي ضع الماء على اللبن حتى يكثر وحتى يعني نبيع أكثر قالت يا أمي لكن عمر بن الخطاب حرم هذا أو منع هذا قالت لكن عمر لا يرانا فردت عليها ردا جميلا قالت لكن رب عمر يرانا ولما رأى عمر بن الخطاب راعي الغنم هذا الصبي الصغير قال يا بنيا وهو يختبره مش سيدنا عمر كان عايز يشتري منه خلاص كان يختبر أمانته يا بنيا بيع لنا واحدة من هذه الأغنام قال إنها ملك لسيدي أنا ما امتلك هاش إنها ملك لسيدي قال له قل لسيدك أكلها الذئ ما هيامة ناس كتير بتاكل الحرام ويقول كلمة كده يعني يقولك إيه أضحك على صعب العمل كلمتين حلوين وأضحك عليه وأخذ الفلوس الباقية في جيبه خلاص لكن عمر بن الخطاب يقول له قل له أكلها الذئب فقال له وماذا أقول لله هو ده هو ده اللي احنا عايزينه هو المجتمع المسلم كله في مشارق الأرض ومغاربها عايز النقطة ديه وماذا أقول لله لما تدعوك نفسك إلى يعني الرياء أو النفاق أو كذب أو خداع أو ظلم أو أي شيء قل لها وماذا أقوله أنا أقول لربنا مع زوجة العزيز كل الظروف كانت تدعوه أن يقع في معصية الله تبارك وتعالى لكنه قال إني أخاف الله إني أخاف الله فهو من السبع الذين أظلهم الله في ظله وشاب دعاتهم رأى ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ده من السبع الذين أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وحضراتكم تعلمون الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار بصخرة لما تضحرجت من أعلى الجبل وأغلق باب الغار فكل واحد منهم دعا رب العباد سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم ما هم فيه أن يفرج عنهم ما هم فيه ترى إحنا عندنا رصيد لربنا في الظروف اللي إحنا فيها ديه إن إحنا نقول لربنا يا ربنا في يوم من الأيام عملت كذا كذا فرج عنا ما نعنف لنا رصيد ولا ملناش فهؤلاء الثلاثة منهم يعني هذا الذي كان يريد أن يزني فاتقى ربه عز وجل وهذا الذي كان برا بوالدي وهذا الذي اتقى ربه عز وجل مع العامل الذي كان عنده فهؤلاء نجاهم الله تبارك وتعالى فيا أحباب المصطفى عليه الصلاة والسلام الحل 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 الوحيد للناس لما الناس اللي ما بتصليش لما الأذن يأذن قل لنفسك كذا وما هقول لربنا إيه هقول له ده أنا كنت مريض ومش قادر أمني للسرير ده أنا كنت هتقول لربنا إيه وماذا أقول الله ده حل لكل الناس أن تتقي الله تبارك وتعالى وتقول لنفسها وماذا أقول لله أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيكم وأن ينجيكم وأن يحمي البلاد والعباد وأنا آسف جدا للناس اللي لم يعني أرد عليهم على أسئلتهم إن شاء الله لو كان لنا لقاء آخر سوف نجيب عن هذه الأسئلة التي سجلتها لحضرتكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء إنه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله خيرا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته